سبعة ملايين طن حجم الناتج المحلي السنوي من الحليب تسعى الدولة لزيادتها بنسبة ثلاثمائة في المائة من خلال إنشاء ثمانمائة مركز تتولى تجميع الألبان من صغار مرب الماشية المنتجة للحليب مشروع قومي يحقق الاستفادة القصوى من إنتاج هذا القطاع محافظة الفيوم واحدة من المحافظات التي فتحت فيها وزارة الزراعة باب التقديم لإنشاء مراكز تجميع الألبان مشروعات بالإضافة لدورها في زيادة إنتاج مصر من الألبان فإنها توفر فرص عمل للشباب وتقضي على عشوائية الإنتاج مشروع كويسة أشغل عمالة يبقى عندي أهوات أوفر فرصة عمل للشباب كويسة جدا والمشروعية أعتبر لو إنسان هيراء ربنا فيه كده كده كلنا أرياف كمطرطارس أو غير مطرطارس لا يوجد بالتدخل من المواشي سواء بار أو جموس اللبن موجود والشركات اللي تسل منك موجودة ترى ما أنت كده كده إيه خامة كويسة وبتحاول بقدر الإمكان أن أنت توفر الخامة كويسة لحد الشركة عشان يصل المنطق كويس للمستهلك أو اللي هيكله سواء زبادية أو لبن أو كده مش محتاج رأسي مالأساسي أنا بقى آه بروح أجيب اللبن من حالي اللي من الفلاحة أو من المزارع أو المرببة بي وأخر الأسبوع بجيب الفلوس بدها لصحب المزرعة ومن خلال وضع قواعد محكمة لإنشاء مراكز تجميع الألبان وسبل عملها فإنها تضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع والحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية بما يضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مرض وعادل على مدار العام تستهدف حاجتين الحاجة الأولينية تقديم لبن آمن للمواطن المصري الحاجة الثانية رفع الدخل بتاع الفلاح اللي هو هيورد لمجمعات الألبان دي عشرات الوظائف بتنتج نتيجة هذا الموارس تاني حاجة أن هذه المبادرة لا تستهدف تجميع الألبان فقط ولكن تستهدف تقديم خدمات إضافية للحيوان اللي صاحبه هيورد لبن نحن نكشف على البروسيلا والسل بالمجان والحيوان لازم يكون متحصن اللبن لازم يكون خالي من المضادات الحيوية جهود حثيثة تبذلها الدولة لتطوير مراكز تجميع الألبان في مختلف المحافظات لتوفير منتجات ألبان ذات جودة عالية وتصلح لأن تكون سلعة تصديرية سوزان مصطفى التلفزيون المصري